في موقف طريق حامد وإمام عشور وحسين الشحاد مع منتخب مصر شفته إزاي؟ بشكل واضح يعني بشكل واضح هم قبل ما يأثروا في حق المنتخب وما أثروا في حق نفسهم أنت بتكلم على ثلاث لعيبة تقال ثلاث لعيبة ليهم من تاريخ كبير سواء في أنديتهم سواء مع المنتخب ممكن تتوقع من لعب صغير حق كتير قوي لسه صغير لسه ما شفش حاجة ممكن دماغ تتقل شوية لكن لعب يكمل خبرات دي لقي المسؤولية الضعفة بس الكابتين جاء السيد كان معي على تليفون من شوية برضو لفت نظر لنقطة قال لي الحاجات اللي زي كده وارد أنها تحصل مع الفرق ومع المنتخبات أنه مثلا لعب يسيب التدريب في الآخر خمس دقايق أنه ما يلتزمش أنه أنه أدم مش حاجة كبيرة قوي كان ممكن تتلم أنت مع الرأي ده أنها تتلم ولا حتى لو مش حاجة كبيرة لأ ما تتلمش الصغير هيكبر يعني خلينا نتفق على دي يعني ممكن النهاردة اللي سابل تدريب في آخر خمس دقايق أو عشر دقايق وهو زعلان شوية أنه ما شاركش وطلع لأ اللي بعدها التمرين اللي بعدها فيه تلاتة غيرهم أصلا يطلعوا في دوست التمرين أو بتاته دول نفسهم ما يجوش التمرين لو أنا مدير فني طبعا بتختلف من شخص طبعا بتتعامل من مين وليه والطايمينج نفسه صح مهم جدا صح هو حسن معلوماتي أنه تقالي أنه هما كانوا زعلانين شوية من عدم المشاركة فهو رابط دي مع دي فقالك لأ خلاص الثلاثة مش مودي ما أكيد طبعا يعني أي لعيب ما يزعلش إنهم مشاركش ده يعني ما يبقاش لعيب كورة يعني لازم تزعل طبعا بس لازم تزعل تزعل بشكل إيجابي أيوة يعني أنا هزعل بشكل إيجابي أيوة إن أنا أنزل التمرين اللي بعده المدرب يعني إحنا كنا أيام منو الجزيه كان حرب على التشكيل اللي بيخش التمنتاشر عند الجيش من نجوم حرب حرب يعني فيه 22 نجم 22 العيب كويس جدا صح أي 11 هو كان منو الجزيه كان بيجي قلنا كده هو تفتكروا مثلا أن أي 11 هنزل أكسب بأي حد فاهم؟ معنديش ولا لو وقفت بشكل مهم من المراكز كمان كمان بيقوله بشكل مهم أنا هنزل أكسب 11 فيك وهيكسب فا كان حرب أنت مرة زعلت مع مانو الجزيه وبان عليك طبعا بان عليك عمل معك إيه بقى ساعتها عشان نقرر الموقفين يعني ساعتها لما عرف أن أنت زعلان وأبدت أنا برضو أنا عملت إيه أنا يعني زعلت آه بس زعلت يعني بقيت في التمرين بقيت يعني إيه أنا كريم عارفني أنا يعني فاني جدا في التمرين وبقى أتحك وهرج وبتاع فاليوم ده نزلت بقى لبست الوش اللي في التمرين اللي بعده تاكالنج وخطه وبقى بخش أنا شاويت شدنا مع بعض في التمرين حمد شاويت بقيت تاكالنج واضرب وخش وموت نفسي على الكرة وأعمل الحاجات اللي هو أنا بقى أعملها وعارف أنه يبقى أنا كده بغير لف فماتش اللي بعده دخلت ولعبته بس هو ما عاقبنيش عشان أنا زعلنا عشان ما بلعبش بدل أنا آه أنت طلعت تقطق في التدريب آه في التدريب ولا ما زعلتش من يعني ما وردت زعل إدالة بزمائلي لا بالعكس جدا أنه كنت بتعمل العام عادي جدا ما خدتش من نفسي ومشيت آآ لا مش عامل كه ليه خلاص هو المدير الفني هو المسؤول عن مين اللي يلعب ومين اللي بقى بره ومين اللي بقى في المدرجات فاهم؟ ده اللي حسنا نتكلم عنه إن أي لعيب كرة بيتعرض للموقف دي لكن زي ما سمكة قال لا هو في فرق في التصرف يتقفل الباب نهائي ولا خلاص موقف وحصل وتم استبعاده من المنتخب ومقدمة الموضوع مش كبير لا لا موقف وتقفل لا الموضوع يعدي النهاردة يعني الموضوع هم ما حضرش التبريد أصلا لا حضروا ممكن يكونوا زعلين شوية واتخد منهم موقف آآ زي ما هم عليهم عقوبة مضعفة لكن الناس لها راسية كبيرة جدا مقدرش مقدرش هتقاض عنه أنا كمسؤول في المنتخب أو أنا حتى النهاردة كمشجع بشجع منتخب مصر لا التلاتة وجودهم مهمة جدا في المنتخب وأنا معتقد المداربين الأجاني برضو بتفكر الفكرة ده يعني المداربين الأجاني مبتخدش الموضوع يعني شخصي شوية أو الموضوع اللي هو موضوع حاجة عامة موكسة